ماذا تفعل قبل أن تنام؟ أنا عايزك قبل ما تنام لو عايزت تتمتع بالصحة وعافية هتنظف لي أربع حاجات هتنظف لي إيه أربع حاجات أول حاجة هتنظفها لسنانك سنانك ها السناني شكلها حلو ها معقول يبقى أول حاجة هتنظفها إيه سنانك دي هتغسل سنانك بالفرشة المعجون غصبا عنك سنانه راجل ده بينه سنانه بيضة كويسة نغسل سنانه لأن السنان بتعمل ميت مصيبة أولا سلامة قلبك بين أسنانك أي خطأ في السنان ببوز القلب البوز السنان بتكوكة الانفكشن ممكن تيجي في السنان تبوز لك القلب أو بوز لك الكلة أو تعمل لك سوق هضل في ناس عندها خراريج في السنان يقول لك أنا بقى بلعب في السنان لغاية ما تجيب دم استريع عنده خراريج والله العظيم ما بين سنانه تغسل سنانك حاجة وموت وإيه تنظف إيه كمان القولون طب نظف القولون إزاي تتأكد أن أنت قبل ما تنام عملت بول وبراز طب مليش نفس لا تقعد تعرض نفسك على الخلاق القولون ممكن يؤدي إلى السرطان في القولون نفسه ممكن يؤدي إلى فشل كالوي السرطان القولون ممكن يؤدي إلى فشل كالوي فشل كابدي السرطان والإمساك المزمن ممكن يبوز للجلد يوقع الشعر ودايما أي مشكلة في الجلد فكر في ثلاثة أربع حاجات أي مشكلة في الجلد بهاق نقط بيضة نقط سودة هرش جرب أي مشكلة في الجلد فكر في القولون اللي مش نضيف وفكر في الكلا أو الكبدة أو الحالة النفسية القولون نضيف الجلد نضيف والشعر نضيف القولون مش نضيف حيطلع لنا زبالة ممكن يدخلك حاجات مش كويس العلاقة القولون بالعظام العنون الفقر دلوقتي لو القولون بيصرف يبقى الاكل انا باكله ويهضم ويمتص بستفيد منه ولو القولون مسدود كل اسبوع مرة ما بيصرفش يبقى ولا انا مش هاكل ولو قالت الاكل ما بيمتصش يبقى هشاشة عظام وقلم بالسمرار في الظهر وسطي محشوش نصين التهاب القولون بيحش الوسط نصين ما بقدرش اهم ولا اعد ركبي مش هادر اقف عليها كارثة نظف القولون كل ده يتصلى نرجع تاني للنظاف يبقى احنا نظفنا مين سنان قبل النوم ونظفنا مين القولون ونظفنا القلب بقى انظف القلب ازاي اني انا اعاهد الله اني لا احمل هما ولا غما ولا حقدا ولا حسن الله فلان طلع فلان صحي فلان مات فلان مسك ومنصب فلان تشال فلان كل ده بيدي من بيدي الله قل اللهم مالك الملك ها تغطي الملكة من تشاء وتنزع الملكة ممن تشاء وتعزه من تشاء وتزله من تشاء فلان سافر. وفلان ما سافر. فلان اتجوز. فلان مات. كل ده مالكش تعبين. شغل مين ده? شغل ربنا. امال انا وظيفتي ايه? اقدم حاجة حلوة للناس. اخر حاجة بنظفها قبل ما ننام ايه? ها? الكوتش. قبل ما تنام لازم تنظف رجليك يا حبيبي. في ناس كتير ربنا يسامحني يعني سامحوني معرفنا. فبينام بشرابه. بهدومه بعرقه. وتلاقي السرير ريحة وحشة. وفرشوا ريحة وحشة. وقطوا ريحة وحشة. ليه كده? والميكروبات. هي ريحة يعني ايه? مش فطريات. لو اتوضى هو ده المطلوبة. اتوضى واخسر رجلك قبل ما اتنام. اخسر رجلك. وايه لا عشرها بحطه في حتة تاني. واشيل الكوتش في حتة تاني. وايه لا لو كنت بتنام مع حد ما تقزيهوش. ده في ناس يا راجل ريحة رجلها بتجيب صداعة. صداعة. اه في اه ستات اتطلقت من اجوازها بسبب ريحة رجل. الوضوء وقاية لك من الامراض. افرد ان انا رجل الحتة وحشة. هتسيبها. هي ما نازل ما تحط فيها عندك عطر ولا برفان تحط بيين صوابعك. قرنفل. لا هقولك بقى على هدية المراتي. الهدية المراتي اسمها مزيل العرق الطبيعي.